اشتركوا في القناة وثمن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في برقيته موقف البرلمان العربي بالتصدي لهذه التدخلات المرفوضة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين معبرا جلالته عن عميق شكره وتقديره للقرار الصادر عن البرلمان العربي للرد على هذه التقارير الممنهجة من بعض المنظمات الدولية للتشكيك في الاحكام القضائية في مملكة البحرين من خلال الاعتماد على معلومات مغلوطة دون الرجوع الى المؤسسات الرسمية واكد ملك البلاد المفدى في برقيته عن تقديره العالي للدور البارز لرئيس البرلمان العربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وجهوده الكبيرة في الذود عن مصالح الامة العربية ودعم كافة قضاياها معبرا عن بالغ الاعتزاز بدعم البرلمان العربي لكل ما فيه امن واستقرار مملكة البحرين والوقوف بكل قوة ضد من يحاول المساس بمقدراته ووحدته ومساندة جهودها الهادفة لتعزيز الرخاء والتقدم على كافة الاصعدة وقد جدد رئيس البرلمان العربي استمرار جهود البرلمان العربي في التصدي والرد على التقارير والبيانات والقرارات المسيسة والمغلوطة والممنهجة التي تصدر عن بعض المنظمات الاقليمية والدولية بحق الدول العربية ومطالباتها بضرورة احترام سيادتها وانظمتها القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام التام باحترام مبادئ كفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال الغضاء مؤكدا وقوف البرلمان العربي التام مع مملكة البحرين ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ومساندتها في كل ما تتخذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وامنها وسلامة مواطنيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية شكرا